هو طبعا إذا كان الابن والبنت يعني لقى في حوار أسري ولقى في إنصار كيف هيكتسب المهارة هذه وأصلا هم حيكونوا بطبيعة الحال يعني طبقوا فهم يعني مهم جدا حتى في حالة العقاب مثلا حتى لما تعاقب الطفل بطريقة تكون طبعا معروفة الطرق اللي احنا نتكلم علىها في العقاب يعني كحرمان من شيء معين ولا كده لازم يكون فهم السبب العقاب يعني يسين السبب فكيف يفهم لازم يكون في حوار قبل حقا لازم يكون في أنت تسمع هو شم بيقول لأنه هو الطفل الجوارح متاعة تندفع وتسبق فيه ديما في كلامه وهو ما عنداش القدرة الكلامية زي الكبير الكبير عنده قدرة مساحة كلامية كبيرة ومفرداتها كبيرة نعم يدافع لنفسه ايه ومساحة كبيرة في الحوار وفي الكلام ومفرداتها أكثر فقدراتها أكبر فهو ذاك الطفل يعني كفي بيجاري الكبير ديما تلقاه يلجأ طول للتعبير بجوارحه نعم وبينفعالته فأنت اللي تربي فيه التقافة هذه شيئا فشيء تزرع فيه الشيء هو الشيء فشيء فيبدأ هو يكتسمها يبدأ يسمع فيك لما أنت تتكلم يبدأ يسمع فيك حتى من خلال ممكن الطفل لما يشاهد الحديث اللي يدور في الأسرة نفسها ممكن يأخذ الشيء هذا طبعا هو شوف احنا المشكلة المجتمع العربي يعني بسفعان مقوم مجتمع معنف نعم نجم أن يكونوا واضحين يعني لما يجي الإنسان يبدأ هو مؤمن بالمبادئ والقيم والتوابة الإخلاقية نعم يعني هذا التكوير راو هو يولد المرأة الفطرة راو راو لما احنا يجينا طفل ولم يجينا راو يجينا في خامة من أجود الخامات لكن للأسف الشديد التفاعل الاجتماعي هو ليشوه في الفطرة هذه ويتجه بها الاتجاهات بعيدة يعني مثلا لما نجينا نشوف أن مثلا الإنسان المنظم والمرتب حتى ليوقف في طبور ولا كده هو لما نلقو أنه هو حق يهضم وذكاية اللي يرتكب في سلوك متاع عنف ومتاع قوة هذا كي يجي يأكل في حقوق الآخرين هو راو ما تنساش أنه هو من طفل يشوفه من عند يوقف في طبور من قمتاع مخبز ولا كده يشوفه أنه يعني اللي بيديركي هو هذا اللي ياخد حاجته وليما يديري شكي هو يقعد يتفرج فالمبادئ والقيم بالله كلها دسها وسكر عليها ولوحها علي ولا ما تمشي ومتقدرش تعيش بها فهنا يحنا وصبنا بمشكلة كبيرة في أن أنت كيف تبي توصل لحوار ولإنصاط إذا كان فيه ضرب في القيم وفي المبادئ فالإنسان لازم من البيت أن الأسرة تعطي اهتمام بالطفل بالطفل في أنه مهما شاف من مخالفات في المجتمع بصفة عامة أرىه مش هذا الصواب لكن يبدأ محافظة على التوابط الأساسية